كمان الميول التي تتحرك نحو الشهوة ده لسه ما بقيتش عمل ديميل يقول عنها بولس في كلوسي 3 عدد 5 فأميتوا أعضاءكم التي على الأرض هنا مش بيتكلم عن إيدي لا ولا عيني لا إيه الأعضاء يذكر خمس حاجات الزنا النجاسة الهوى الهوى اللي هو هنا الإيروس إيروس لف حب الشهوة الشهوة الجنس الهوى الشهوة الرضية الطمع حتى الطمع ديما كل الناس طمعين الموت دي يعني موتها أحكم عليها أول ما تتحرك فيك لا تغذي ميلك للشهوة كمان في آيات صريحة مثلا الزنا قال المسيح كل من ينظر إلى أمرأة نظرة مستمر ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه لم يرتكب الفعل بولس يأتي فيقول يعني اهربوا من الزنا اهربوا من الزنا اهربوا يعني ايه يعني النهاردة نقول ما تدخلش على مواقع إباحية ما تمسكش مجلات إباحية نهرب من محبة المال بولس يوسطي مساوس لأن محبة المال أصلا لكل الشرور اهربوا من محبة المال الخمر بيتهم المسيحيون بالسكر بالخمر ونحن الذي يتهم لم يكلف نفسه قراءة الكتاب المقدس ماذا نقرأ؟ وصية صريحة لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلقوا بالروح بس زي ما حضرتك أشرت في الأول وده رجاء بوجهه لكل الأصدقاء في الشرق الأوسط لا تحكم على المسيحية من المسيحيين فهناك كثيرون يدعون أنهم مسيحيون لأنهم ولدوا في أسرة مسيحية لكن المسيح الحقيقي هو من يعيش فيه المسيح ومن يسير بموجب وصايا المسيح فيه كلماته لكننا نحكم وأقول المسيحية تبيح السكر لا المسيحية تبيح العري اطلاق المسيحية تبيح الشهوات والزن اطلاق ده من يفعل هذا ينال تأذيب اطلاق المسيحة